مدبولي يؤكد سعي الدولة للنهوض بسيناء من خلال خطة متكاملة تشمل الأبعاد التعليمية والصحية والاجتماعية مصر تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف أربيل وتؤكد تضامنها مع العراق لحماية أمنه واستقراره روسيا تقصف قاعدة جوية في منطقة البيف وزلينيسكي يؤكد تأمين الممرات الإنسانية في مختلف المناطق الثالثة مساء في القاهرة الواحدة بتوقيت نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من تلفزيون المصري أهلا بحضراتكم أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تعمل على النهوض بشبه دزيرة سيناء في مختلف المدلات والقطاعات من خلال قطة متكاملة تشمل نواحي التعليمية والصحية والاجتماعية جاء ذلك خلال استعراض رئيس الوزراء تقرير بشأن دعم العملية التعليمية في سيناء في ضوء استكمال المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة وأشار مدبولي إلى أن التنمية لا تستهدف فقط بناء الحجر بل تسعى إلى بناء المواطن المصري في مختلف المجالات التقى المستشار الدكتور رحنا في جبال رئيس مجلس النواب مع ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وذلك في إطار زيارته الرسمية للكويت خلال اللقاء أكد رئيس مجلس النواب أن الكويت لها مكان خاص في قلوب المصريين وأن المواقف التاريخية لكل البلدين مع بعضهما ثابتة لا تتغير مؤكدا على العلاقات الرسخة والتاريخية التي تجمع كل البلدين الشقيقين وأشار رئيس مجلس النواب إلى رؤية متسقة بين البلدين على كافة الأصعدة خاصة تباه القضايا العربية وهو ما يتضح في المحافل العربية والدولية من جانبه أكد ولي عهد الكويت على العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين مشددا على تقدير الكويت للدور المصري البناء في القضايا العربية والرغبة الكويتية في دعم هذا الدور على المستويات كافة أدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الإرهابية الذي استهدف مدينة أربيل العراقية بمجموعة من الصواريخ الباليستية في الساعات الأولى من صباح اليوم وأصفر عن بعض الخسائر المدئية وجددت مصر في بيان لوزارة الخارجية استنقارها البالغ لهذه الأعمال الخصيصة مؤكدة وقوفها التام بالجانب العراق الشقيق ودعمه فيما يتخذ من إجراءات لحماية أمنه واستقراره أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الهجوم الإرهابي الذي استهدف أربيل العراقية بعدد من الصواريخ وشدد الأمين العام للجامعة على الدعم الكامل للجهود العراقية في التصدي لمثل هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف استقرار العراق وتستهدف أمنه ودعت جامعة الدول العربية لسرعة الكشف عن حقيقة من يقف وراء هذه الأفعال الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة السلم الأهلي في هذا التوقيت الدقيق أدان البرلمان العربي بشداء الهجوم الصاروخية الذي استهدف مدينة أربيل شمالية العراق بـ 12 صاروخاً باليستياً وأكد البرلمان العربي أن الهجوم عمل جبان ومدان ويعد تعدياً سافراً على سيادة وأمن العراق وشعبه ويسعى لنشر الفوضى وتقويد استقرار الدولة دعا البرلمان العربي دميع الأطراف العراقية إلى العمل بشكل جاد وتوحيد الموقف الوطني بشكل حازم لردع مثل هذه الاعتداءات الآثمة والتصدي لها بشدة أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاضمي أن الاعتداء الذي استهدف مدينة أربيل هو يمثل تعد على أمن الشعب مشدداً على أن القوات الأمنية ستحقق في هذا الهجوم وكان جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كردستان العراق قد أعلن عن استهداف أربيل بـ 12 صاروخاً باليستياً من خارج البلاد وذكر الجهاز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية أن الصواريخ كانت متجهة إلى القنصلية الأمريكية في المدينة مضيفاً أنه لا توجد خسائر في الأرواح من جانبه أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن استهداف أربيل جريمة إرهابية مدانة وتوقيته مريب وفي تغريدة على صفحته الشخصية بموقع تويتر قال صالح أن هذا العمل خاصة مع بوادر الانفراد السياسي يستهدف عرقلة الاستحقاقات الدستورية بتشكيل الحكومة وأضاف أنه يجب الوقوف بحزم ضد محاولات زج البلاد في الفوضى مشدداً على ضرورة توحيد الصف لدعم القوات الأمنية وترسيق مرجعية الدولة ومكافحة الإرهابيين الخارجين عن القانون أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي أن الاعتداء على أربيل هو استهداف لسيادة العراق وفي تغريدة على صفحته الشخصية بموقع تويتر أكد الحلبوسي أن الاعتداء على أربيل هو استهداف وتعد على سياسة العراق وأمن جميع مواطنيه وأضاف أن الاعتداء هو عمل مدان يتطلب موقفاً وطنياً موحداً وحازماً لردعه ومواجهته حذر الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي القوات الروسية من أنها ستواجه قتالاً حتى الموت إذا حاولت احتلال العاصمة كييف كما أشار زيلنسكي لأنه تم تأمين مختلف الممرات الإنسانية في جميع المناطق وقال الرئيس الأوكراني أن بعض البلدات الصغيرة لم يعد لها وجود في الأسبوع الثالث من الهجمات الروسية التي تعد الأكبر على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية كما اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بقتل سبعة مدنيين في هجوم على نساء وأطفال كانوا يحاولون الهرب من القتال قرب العاصمة كييف قصفت القوات الروسية قاعدة جوية في منطقة لفيف في غرب أوكرانيا قرب الحدود مع بولندا والتي كانت بعيدة نسبياً عن النزاع حتى الآن على ما أفادت به السلطات المحلية وقالت الإدارة المحلية في الفيف في بيان إن القوات الروسية شنت ضربة جوية على المركز الدولي لحظر السلام والأمن مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تفيد أن القوات الروسية أطلقت ثمانية صواريخ قتل تسعة أشخاص في ضربات روسية على مدينة ميكولاييف الساحلية جنوب أوكرانيا وفق ما أفاد به حاكم المنطقة وتتعرض مدينة ميكولاييف لقصف مكثف منذ عدة أيام وطلت الضربات مناطق سكنية ما أدى لتحويل المدينة لشبه مهجورة وأغلقت جميع المحالة التجارية وفر آلاف المدنيين منها إلى الغرب باتجاه مدينة أوديسا قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزينكوف إن مدربين عسكريين أجانب يعملون في منشأة يافوريف العسكرية قرب الحدود البولندية التي تعرضت لضربة جوية روسية اليوم وأوضح وزير الدفاع الأوكراني أن روسيا استهدفت المركز الدولي لحظر السلام والأمن بالقرب من الفيف والذي يعمل به عسكريون أجانب هذا ولم يكشف الوزير الأوكراني عن سقوط ضحايا من المدنيين الأجانب أعلن الجاش الروسي تدمير 3687 منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية حتى الآن وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف أن الأهداف المدمرة تجتمل على 99 طائرة فضلا عن 128 طائرة مسيرة و 1194 دبابة وعربات قتال مصفحة أخرى إضافة إلى مئات الراجمات وقطع المدفعية والمركبات العسكرية الخاصة قال الرئيس البولندي أندري دودا إن احتمالية استخدام روسيا لسلاح كيميوي في أوكرانيا قائمة لكونها ستغير من المشهد وضع الرئيس البولندي حلف شمال الأطلنطي للإستعداد والتفكير بجدية في تيفية الرد وإمكانية التدخل بطريقة مباشرة في الأزمة الأوكرانية حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي يانسي ستولتنبيرج من استخدام روسيا لأسلحة كيميوية في هجومها على أوكرانيا على صعيد متصل أشار ستولنبيرج إلى أن حلف النيتو وشركائه يستعدون غدا الاثنين لبدء تدريبات دفاعية كبيرة في النرويج لاختبار قدراتهم على مساعدة الدول الشريكة ولجعل الجيوش الغربية أكثر صلابة في القتال برا وبحرا وجوة هذا ويشارك في المنورات نحو 30 ألف عسكري ومئتي طائرة ونحو 50 بارجة من 27 دولة قالت وزارة الدفاع البريطانية أن القوات الروسية تحاول محاصرة القوات الأوكرانية في شرق البلاد أثناء تقدمها من اتجاه خاركييف في الشمال وماريبول في الجنوب وأضافت الدفاع البريطانية أن القوات الروسية التي تتقدم من شبه جزيرة القرم تحاول الاتفاف على ميكولاييف وأودسا اتهامات متبادلة بين موسكو وكييف مع تطور العمليات العسكرية في أوكرانيا ففي وقت أكدت مصادر حكومية أوكرانية أن القوات الروسية تواصل تمركزها على مداخل العصمة كييف كما أطبقت حصارها على مدينة ماريبول ألقت موسكو باللائمة على كييف واتهمتها بزرع ألغام في المناطق السكنية وتدمير البنية التحتية بما أعاق مسارات الممرات الأمنة والمساعدات حصار المدن الأوكرانية ألقى بظلال قاتم على خطة الدعم الإنساني حيث عرقلت قوافل المساعدات إلى حد كبير وأكدت منظمات إنسانية أن الوضع في ماريبول صار مأساويا مع افتقار السكان للطعام إضافة إلى الحرمان من الماء والغاز والكهرباء والاتصالات وإلى الجنوب الأوكرانية حيث لا تزال مدينة أودسا تستعد لهجوم القوات الروسية التي تركز هجومها حاليا على بعد نحو مائة كيلو متر إلى الشرق في مدينة ميكولايف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينيسكي صرح بأن نحو 1300 من جنوده قتلوا في أول إحصاء رسمي للسلطات الأوكرانية منذ بدء الهجوم ومن جهتها أعلنت روسيا مطلع الشهر الجاري أن 498 من جنودها قتلوا هذا وقد ارتفع قتل المدنيين إلى نحو 600 بحسب حصيلة قدمتها الأمم المتحدة على الصعيد الدبلوماسي تتواصل الاجتماعات الأممية هذا الأسبوع في محاولة للوصول لحل للأزمة الأوكرانية اشتركوا في القناة أكد مناصق الأمم المتحدة الخاصة بالأزمة الأوكرانية أمين عوض أن المنظمة الدولية تسعى إلى التوصل لاتفاق مع طرفي الصراع لفتح ممرات إنسانية لتسكيل المساعدات الضرورية للمحتدين في أوكرانيا وقال المسؤول الأممي أن أكثر الاحتياجات الإنسانية الحاحة توجد في مدينة ماريوبول المحاصرة جنوب شرق أوكرانيا والتي ستكون واحدة من أصعب مناطق وصول قوافل المساعدات وكانت السلطات في ماريوبول قد أكدت في وقت سابق أن المدينة لا يوجد بها دواء أو تدفئة أو نظام مياه أعلنت الحكومة البريطانية أن البريطانيين الذين سيفتحون منازلهم أمام اللاجئين الأوكرانيين سيحصلون على مبلغ قدره 350 جنيه استرلينيا شهريا وذكرت صحيفة إنديباندنت البريطانية أن خطة منازل من أجل أوكرانيا التي سيتم طرحها هذا الأسبوع للأفراد والجمعيات الخيرية والمنظمات المجتمعية والشركات ستسمح بإحضار الأشخاص الفرين من الحرب إلى بر الأمان حتى لو لم تكن لهم صلاة بالمملكة المتحدة يأتي ذلك في الوقت الذي واجهت فيه الحكومة البريطانية انتقادات بشأن سرعة وحجم جهودها لجلب الأوكرانيين الفرين إلى المملكة المتحدة دعا البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلى وقف الأعمال القتلية في أوكرانيا وحفى بابا الفاتيكان على أن يكون هناك تركيز حقيقي وحاسم على المفاوضات وعلى أن تكون الممرات الإنسانية آمنة وفعالة قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن العقوبات جمدت نحو 300 مليار دولار من أصل 640 مليار دولار من احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية وقال سيلوانوف أن الغرب يمارس ضغوطا على الصين للحد من تدارتها مع روسيا ومن أجل منع موسكو من الوصول إلى جزء من الاحتياطيات التي تحتفظ بها بليوان الصيني وأضاف وزير المالية الروسي أن بلاده ستفي بالتزاماتها المتعلقة بالديون الحكومية وستدفع بالروبل لأصحاب الديون حتى يتم إلغاء تدنيد احتياطيات الدولة خفضت وكالة فيتش للتصنيف الاتماني تصنيف ديون 28 مجموعة روسية لاستغلال الموارد الطبيعية مشيرة إلى أن هذه الشركات قد تتخلف عن سداد ديونها وكانت وكالة مودز قد خفضت من تصنيف جاز برام ولوك أويل إلى مستوى يشير إلى مخاطر عالية للغاية لجهة عدم السداد تدعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا امتدت إلى التجارة والاقتصاد خاصة مع فرض مزيد من العقوبات على موسكو وكالة فيتش للتصنيف الاتماني خفضت تصنيف ديون 28 مجموعة روسية لاستغلال الموارد الطبيعية وقدرت أن التخلف عن السداد من نوع ما يبدو محتملا كما خفضت فيتش تصنيف عملاق الغاز غاز برام وشركة النفط لوك أويل وشركات للتعدين معتبرة أن التفويض الذي منحته الحكومة الروسية لسداد الديون بالروبل تجاه البلدان المدرجة على قائمة الدول المعادية يمكن أن يضر بقدرة هذه الشركات على الدفع لدائنيها في المواعيد المحددة وتعد الخطوة الروسية جزءا من حزمة إجراءات اتخذت الحكومة والبنك المركزي لمحاولة الحد من هبوط الروبل الذي فقد نصف قيمته منذ يناير الماضي وفي مطلع مارس أدراجت ثلاث وكالات تصنيف كبرى ديون روسيا طويلة الأجل في الفئة التي من المحتمل أن تكون قادرة على سداد ديونها بسبب تراكم العقوبات وخفضت وكالة فيتش لاحقا تصنيف موسكو بشكل أكبر مقدرة أن خطر التخلف عن سداد الديون السيادية وشيك وكلما انخفضت تصنيف الاعتمانية تراجعت ثقة المقرضين في الدولة وقلت قدرتها على اقتراض الأموال بفائدة معقولة فرضت الصين الحجر المنزلي على سكان مدينة شنغن البالغي عددهم 17 مليون نسمة في جنوب الصين لمواجهة تفشي الإصابات بمتحور أوميترو وطلبت سلطات المدينة من السكان لزوم منازلهم بعدما قامت بإلاق الأماكن غير الأساسية وبحضر فتح المطاعم في الأيام الأخيرة كما أغلقت سلطات المدارس في شانجهاي وفرضت أيضا حجرا في كثير من المدن الشمالية الشرقية في وقت تعمل فيه نحو 19 مقاطعة على احتواء بؤر تفشي محلية للمتحورين أو مايكرون ودلتا من الصين منشأ فيروس كورونا تقفز مجددا نسبة الإصابات لتسجل أعلى نسبة يومية منذ عامين وتحديدا منذ فبراير عام 2020 وفي ضوء ارتفاع عدد الإصابات في كل أنحاء البلاد أغلقت السلطات المدارس في شانجهاي وفرضت أيضا حجرا في كثير من المدن الشمالية الشرقية في وقت تعمل فيه نحو 19 مقاطعة على احتواء بؤر تفشي محلية للمتحورين أو مايكرون ودلتا وبموجب القواعد الصارمة يسمح لشخص واحد فقط من كل أسرة بمغادرة المنزل للتسوق مرة كل يومين كما تقوم السلطات بإجراء اختبارات للكشف عن الفيروس وكانت الصين وبعد تفشي الفيروس بمدينة وهان في أواخر عام 2019 قد تبنت سياسة صفر كورونا وتحركت السلطات سريعا بفرض إجراءات صارمة لمنع انتشار الفيروس وخلال العامين الماضيين تم القضاء على أي تفشي للفيروس من خلال الاختبارات الجماعية وعمليات الإغلاق لكن ومنذ اكتشاف المتحور أو مايكرون لأول مرة في الصين في يناير الماضي يقول خبراء الصحة أن السلالة شديدة العدوى ستشكل ضغطا شديدا على البلاد نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية وشددت وزارة الصحة والسكان وتعليم العالي والبحث العلمي على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بشكل طبيعي سواء بمستشفيات وزارة الصحة أو الجمعية وأن المخزون الاستراتيجي منها آمن ومطمئن وأشارت الوزارتان إلى أن هناك متابعة مستمرة لموقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكافة المستشفيات وضخ أي كميات إضافية منها في حالة الاحتياج من خلال تنسيق مع هيئة الشراء المؤحد بحث وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد أحمد مرسي مع وفد شركة لوكيد مارتين الأمريكية سبلة عزيز التعاون المشترك وخلال اللقاء تم استعراض القدرات والإبكانيات التصناعية وتكنولوجية والفنية والبشرية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي ومناقشة الموضوعات التي يمكن التعاون بها مع الشركة الأمريكية كما أكد الوزير خلال اللقاء الحرص على توطين ونقل أحدث التكنولوجيات العالمية في مجال الصناعات العسكرية داخل الشركات والوحدات التابعة عقدت وزارة التأتمية المحلية اجتماعا لاستعراض آخر مستجدات البهود الخاصة بتطوير وإعادة إحياء مدينة إسنى التاريخية بالأقصر وذلك بحضر عدد من قيادات وزارة السياحة والأثار شاهد الاجتماع استعراض عدد من المقترحات الخاصة بأعمال التطوير وإعادة إحياء مدينة إسنى ووضعها على الخريطة السياحية من بينها رفع كفاءة مرسا نيل وتطوير الكورنيشة في تلك المنطقة في ظل ما تتمتع به المدينة من إمكانات ومقومات سياحية متميزة شاهدت وزارة تنمية المحلية ومحافظة القاهرة توقيع بروتوكول تعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني وإحدى الشركات لتنفيذ مبادرة إتاحة أرصفة القاهرة للأشخاص ذوي الهمم خلال تنقلهم في شوارع منطقة الزمالك بالقاهرة يهدف البرتوكول إلى تعاون بين الجهات المشاركة لتهيئة أرصفة 37 شارعا لصالح الأشخاص من ذوي الهمم وذلك لتيسير السير والحركة لهم ولممارسة كافة أنشطة الحياة اليومية دون احتياج لمن يصاحبهم أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيل مكرم الحرصة على التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة للتوسع في التقنيات الرقمية وذلك في إطار مؤتمر مصر تستطيع بصناعة والمرتقب يومي 27 وال28 من شهر مارس الجهري جاء ذلك خلال استقبال وزيرة الهجرة المهندس تامر هدايت أحد أبرز خبراء مصر تستطيع وعضو الشعب العامة للاقتصاد الرقمي بالتحاد الغرف التجارية وناقش الجانبان أليات التوسع في المشروعات الرقمية ومناقشة المقترحات المختلفة مع الجهات المعنية وصولا لأفضل استراتيجيات لطرح الفرص الغنية التي تمتاز بها السوق المصري وجهت وزارة تضامن الاجتماعية فريق تدخل السريع المركزي بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء تشير إلى وجود مواطنة مسنة بلا مأوى متواجدة بشارع الجلاء بمدينة طنطة وفور تلقي الشكوى تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تقييم الطبي لحالة المواطنة وبإيداعها بدار الرعاية الاجتماعية للمسنين بطنطة كما تم إيداع الشاب بلا مأوى يعاني من مرض نفسي بمركز كفر الدوار بالبحيرة بمستشفى الأمراض النفسية لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية كما تم تسليم فتاة تبلغ من العمر 12 عاما بلا مأوى بإحدى قرى محافظة الدقاهلية إلى الأهل وفي بورسعيد تم تكليف فريق التدخل السريع ببحث وبدراسة حالة مواطن يبلغ من العمر 57 عاما وليس لديه عائل حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التقييم الطبي وتم إيداعه بدار كبار بلا مأوى ببورسعيد أعلنت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية عن اعتماد مصر لنظام المنشآت الخالية من مرض الدرن البقري والبروسيلا باعتماد 41 من قطعان الأبقار في 14 منشآت ضمن قائمة المنشآت الخالية من المرضين أكدت وزارة الزراعة أن ذلك الإعلان يأتي استكمالا لجهودها لاعتماد نظام المنشآت الخالية من الأمراض مشيرة إلى أنه لأول مرة يتم الإعلان عن دولة تعتمد منشآت خالية من مرضى الدرن البقري والبروسيلا يأتي ذلك بالتزامن مع جهود الدولة لتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية أعلنت هيئة الدواء المصرية عن استقبال وفد منظمة الصحة العالمية والذي يقوم بزيارة رسمية للهيئة لمتابعة تطوير آلية وإجراءات العمل وكذلك تدريب على الإجراءات القياسية للمعامل وفقا لقواعد منظمة الصحة العالمية هذا وقد أعرب وفد منظمة الصحة العالمية عن ثقته في الإعدادات الجارية والجهد المبدول الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية يأتي ذلك في ضوء سعي هيئة الدواء نحو الحصول على الاعتمادات الدولية بما يضمن تحقيق أعلى مستوى من الرقابة الفعالة والمتكاملة أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي أن أساس تقدم ملف المرأة في مصر هو الإرادة السياسية القوية المؤمنة بأهمية تمكين المرأة وحمايتها جاء ذلك خلال لقاء لها مع سيمة بحوث وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والهيئة وذلك على هامش فعاليات الدورة السادسة والستين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة المنعقدة حاليا في نيويورك أهلا بكم من جديد ونواصل نشرتنا إلى ملف حياة كريمة حتى تشنت محافظة أدل قهلية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية للارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة والارتقاء بخصائص السقال هذا وأكد محافظة دقالية أيمن مختار أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء على رأس أولوياته بالارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة المصرية وتمكين السيدات مبادرة لم الشامل والتوعية الأسرية والمجتمعية المبادرة دي فيها أكتر من جهة المجلس القومي المرأة والمحافظة والأزهر الشريف المبادرة الغرض منها هو لم شامل الأسرة والتوعية بالزواهر السلبية في المجتمع وعمل ندوات ما بين المجلس القومي المرأة والأزهر الشريف وخصوصا في قرى حياة كريمة هنعمل لقاءات على كل الأصعيدة وكل المستويات عندنا على مستوى الجامعة وعلى مستوى قرى حياة كريمة هنشارك بندوات توعوية ولقاءات مصغرة ولقاءات جامهرية عن لم الشمل والأسرة المصرية والاختيار للزوج والحياة الأسرية السليمة والتوعية المجتمعية ودور كل فرد في المجتمع أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار تقاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على السواحل الغربية وسواحل شمال الدلتة ومناطق من شمال الوجه البحري يصاحبها سقوط أمطار متفوتة الشدة وأكدت الهيئة استمرار الأجواء الشتوية الباردة وانخفاض ضررات الحرارة على كافة الأنحاء ليسودا تقص بارد على شمال البلاد مائل للبرودة على جنوب البلاد نهارا كما تنشط الرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد أكدت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية استمرار رفع درجة الاستعداد والتوارئ القصوى لتعامل الفورية مع تركمة مياه الأمطار على مستوى الأحياء وأوضح محافظ الإسكندرية محمد الشريف أنه تم التجديد على رؤساء الأحياء وجميع المسؤولين التنفيذيين بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع ولرصد أي حالات طارئة والتأكد من تحقيق السيولة المرورية هذا وتابع المحافظ أعمال كسح وتصريف تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم على مناطق متفارقة للمزيد من المتابعة تنضم إلينا الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعض بهيئة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان بعد التحية هل نحن اقتربنا على موعد انتهاء الأجواء الشتوية الباردة على جمهورية مصر العربية؟ أهلاً محمد الشيطان المعارضة بكل أستاذ المشاهدين نحن بالفعل بنشهد انفساد ملحوظ في درجات الحرارة منذ نهاية الأسبوع الماضي وهيستمر معنا حتى نهاية هذا الأسبوع طبعاً درجات الحرارة تعتبر أقل من المعادلات الطبيعية لنسبة هذا الوقت من العام بالرغم من أننا ما زلنا في فصل الشتاء لكن طبعاً الربيع بيعلن عن قدومه يوم 21 مارس الجاري إن شاء الله يعني بيستلنا أقل من 10 أيام على بداية فصل الربيع طبعاً المتوقعة تبدأ ترتفع درجات الحرارة تدريجياً مع نهاية هذا الأسبوع وتستقر الأحوال الجوية لكن حتى الآن درجات الحرارة ما زالت منخفضة بشكل كبير والتقصي بيكون بارد أثناء ساعة النهار وشديد الجرودة أثناء ساعة النبيل أيضاً ما زالت الأمطار ما زالت بتؤثر على السواحل الشمالية للبلاد ومنها مطروح والأسكندرية وقف الشيخ والبحيرة حالياً بتشهد أمطار منذ الصباح الباكر أمطار من خفيفة إلى متوسطة الشدة وتستمر معنا اليومين القادمين الأثنين والثلاثاء معاً طبعاً نشاط من الرياح بيزود إحساسنا بانخفض درجات الحرارة وبيأثر على العديد من مناطق السواحل الشمالية الواجهة البحرية وقعيلة الكبرى وأيضاً شمال وجنوب أسعيد طبعاً مشاطر يحب يزود الإحساس بذرودة الطاقس مهم جداً نحن ننوه لكل إتابة المشاهدين عدم تخفيف الملابس خلال الفترة القادمة لأن مزال الطاقس متقلب بشكل كبير خلال الفترة القادمة هل هذا طبيعي دكتور إيمان شاكر في مثل هذا التوقيت من العام؟ هو طبيعي جداً نحن بنينه فصل الشتاء ودخلين على فصل الربيع فالفترة دي بتكون متقلبة جداً سواء في درجات الحرارة سواء في سبعاً في نشاط الرياح أو في الأمطار يمكن الإسبوع الماضي شاهدنا ارتفاعات في درجات الحرارة ونشاط رياح مكين للأتربة وشبه عواصل الترابية على بعض المناطق أما هذا الإسبوع فبنشهد انخفاضات منفوذة في الحرارة مع استمرار نشاط الرياح فهذه الفترة بتكون نهاية فصل الشتاء وبداية الربيع فتكون فترة متقلبة في الأحوال الجوية هل من تأثير على حرقة الصيد؟ لا الحمد لله هذه الأيام ما فيش أي تأثير عن الملاحة البحرية لكن طبعاً كانت مضطربة يوم الأربع والخميس وكان الرتفاع والموج وصل لثلاث أمطار لكن هدأت الأمواج وما فيش تأثير على حرقة الملاحة البحرية سواء على البحر الأحمر أو المطار أخيراً أي نصائح للمواطنين بشأن السفر على الطرق السريعة أو بشأن ارتداء الملابس؟ هو طبعاً مهم جداً نستمر في الملابس الشتوية سواء أثناء الليل أو النهار لأن ما زالت درجات الحرارة منخفضة الكيادة تكون بهدوء على الطرق أثناء تكون الشبورة المائية في الصباح البكر لكن الحمد لله شبورة خفيفة وطبعاً نتمنى السلامة للجريع ومهم جداً نتابع النشرات الجوية سلال هذه الفترة المتقلبة من الأحوال الجوية جزيلاً شكراً لحضرتك دكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعض بهيئة الأرصاد الجوية توفيت الدكتورة أنيسة حسونة البرلمانية السابقة عن عمر نهز التاسعة والستين عاماً بعد صراع مع المرض وكان آخر ظهور للراحل في احتفالية المرأة المصرية حيث كرمتها السيدة انتصار السيسي قرنته رئيس الجمهورية وذلك تقديراً لدورها في العمل الخيري رحمه الله أعلنت وزارة التموين والتدوار الداخلية أنه تم استكمال شحن 189 ألف طن قمح ما بين قمح روسي ورومني وأوكراني وأضفت الوزارة أن هذه الشحنات ستصل إلى الموانئ المصرية خلال الأيام القادمة لافتة إلى أنه تم بالفعل وصول شحن قمح بكمية 126 ألف طن موزعة ما بين قمح الفرنسي ورومني وأكدت الوزارة انتظام سلسلة الإنذاذ من الأقماح المستوردة المتعاقد عليها من المناشئ المتعددة بما يعزز الاحتياطي الستراتيجي من القمح أكد وزير البترول طارق الملة أن تحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتحويلها من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة يمثل إضافة قوية للاقتصاد المصري خاصة مع ارتفاع أسعار الغاز المسال عالميا وأوضح الملة أن هناك تحديات فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية على اقتصاديات الكثير من الدول بما فيها مصر الأمر الذي يتطلب وضع خطط عمل جديدة لتأمين الاحتياجات من المنتجات البترولية جاء ذلك خلال اجتماع الملة مع رئيس هيئة البترول ورؤساء شركتي القابضة للغازات الطبيعية والقابضة للبترو كيمويات لبحث تداعيات أزمة روسيا وأوكرانيا على صناعة البترول والغاز المصرية استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير لها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الشرقية لعام 2021-2022 وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي وأوضح التقرير أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 406 مشروع وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 2021-2022 تبلغ 8 مليارات جنيه بنسبة النمو تبلغ 27% عن خطة العام المالي السابق افتتحت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط المنتدى القومي الأول لمستقبل العمل في مصر الذي تنظمه الوكالة الألمانية لتعاون الدولي وفي كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي أن الاستثمار في رأس المال البشري وتنميةه يأتي على رأس اهتمام الحكومة كما أشارت الوزيرة إلى أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية تضم ما يقرب من 372 مشروعا بقيمة 26.5 مليار دولار تتوزع في كافة قطاعات التنمية أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفينجا مع بذء فعاليات المسابقة الوطنية للمنتجات الغذائية المحلية وتراثية منتصف شهر مارس الجاري وقالت الوزيرة إن المسابقة تعد آلية ناجحة للتعريف بالتراث الغذائي والحفاظ على الهوية التاريخية للغذاء المصري والمساهمة في التنمية الاقتصادية المحلية للمناطق والفئات العاملة في هذا القطاع وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة وستحظى المسابقة في دورتها الأولى بمشاركة 165 جهة إنتاجية رسمية من 222 محافظة بإجمالي 763 منتجا غذائيا تراثيا تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بنهاية التعاملات ليسجل رأس المال السوقي للسوق مستوى 680.3 مليار جنيه وذلك وسط تدولات بلغت نحو 14.2 مليار جنيه وعلى صعيد المؤشرات صعيد مؤشر إي جي إك تيرتي بنسبة بلغت 0.26% ليغلق عند مستوى 10.480 نقطة بينما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسط إي جي إك سابنتي بنسبة بلغت 1.35% ليغلق عند مستوى 1842 نقطة وهبط مؤشر إي جي إك سا هندرد بنسبة بلغت 1.12% ليغلق عند مستوى 2.783 نقطة للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف خبير أسواق المال حسام عيد أهلا بك معنا أستاذ حسام ما سبب هذا التباين طبعا زي ما سببنا كده في جلسة النهاردة استطاع المؤشر رئيسي الأهلاق بالمنطقة القضراء بنهاية التعاملات بعد أن فقد أكتر من 60 نقطة من مكاسبه الصباحية وده كان رجع بفضل عمليات بيع وجني أرباح من قبل المؤسسات المالية العربية والأجنبية بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي وهو 10600 الأمر الذي دفع المؤشر الرئيسي DJX30 إلى أن يفقد أكثر من 60 نقطة من مكاسبه الصباحية والإغلاق على مكاسب طفيفة بالمقدار 27 نقطة ولكن الأمر الجيد أو الإيجابي في أداء جلسة النهاردة يعني تراجع أحجام التداول بعد الهبوط أدنى مستوى 10500 واستقرار المؤشر أعلى مستوى الدعم الرئيسي 10350 أيضا أمر إيجابي بالنسبة للأداء المؤشر وإن شاء الله نشوف معاودة لدخول المؤسسات العربية والأجنبية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي ثم تأخذ المؤشر مرة أخرى إلى مستوى المقاومة الرئيسي 10600 تراجع حجم التداول هذا كما ذكرت أستاذ حسام ما تأثيره في المستقبل القريب ربما في الأيام القادمة يعني أعتقد أن تراجع أحجام التداول في ظل الظروف الراغنة والأزمة الجيوسياسية ما بين روسيا وأوكرانيا والأقوبات الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد البترولية أعتقد هذا كان يدافع وسبب أساسي في تراجع أحجام وقيم التداول لأن هناك نوع من أنواع التراقب الحذر لأي إجراءات اقتصادية وعقوبات جديدة اقتصادية حق روسيا أعتقد أن هذا هو السبب الرئيسي وراء تراجع أحجام وقيم التداول في جلسة اليوم نعم توقعاتك لباقي جلسات الأسبوع أستاذ حسام يعني أنا أتوقع أن يكون في أداء متباين يستمر الأداء المتباين في جلسات الأسبوع الحالي وأعتقد أننا نمر بأداء عرضي من منطقة 10350 إلى منطقة 10600 وسوف نشهد عمليات جني أرباح صفيفة من قبل المؤسسات المالية عند مستوى المقامة الرئيسية ونشهد عادة فتح مراكز مالية لقرب من مستوى الدعم الرئيسي إلى أن تستقر الأزمة وتضضح رؤية الأسواق العالمية بصفة عملة نعم صحيح أشكرك شكرا جزيلا أستاذ حسام عيد كنت معنا هاتفيا في أسواق المال الخليجية غلب الترادع على أسواق الأسهم مع ترادع أسعار النفط في آخر تداولاتها عالميا في سعودية ترادع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 9 من 100 في المئة كما هبط مؤشر البورصة البحرينية بنسبة 1 في المئة في حين هبط مؤشر سوق الكويت بنسبة 23 من 100 في المئة حذر البنك المركزي الأوروبي من أن تضخم بمنطقة اليورو قد يصل إلى 7.1 في المئة هذا العام في سيناريو قاص يسعى لاستعاب عواقب وضع متفاقم جراء الأزمة الأوكرانية ووفقا لوكالة بلومبيرج تفترض توقعات أن تؤدي العقوبات الغربية على روسيا إلى اضطرابات في سلاسل القيمة العالمية وكذلك بارتفاع أسعار الطاقة وجاء في التوقعات أنه سيتم الحد من النمو الاقتصادي إلى 2.3 في المئة مقارنة مع نمو يبلغ 3.7 في المئة قبل الأزمة الروسية الأوكرانية أوردت وكالة رويترز للأنباء أن أوكرانيا وهي منتد عالمي رئيسي للمنتجة الزراعية حضرت تصدير الأسمدة بسبب العملية الروسية في أوكرانيا كانت أوكرانيا قد حضرت بالفعل لتصدير بعض السلع الزراعية وقررت إصدار ترخيص للسلع التصدير الرئيسية ومنها القمح والذراء هذا وتبدأ أوكرانيا تقليديا العمل الحقلي بفصل ربيع في أواخر فبراير أو في مارس وفي حياة كريمة تفقد محافظ الغربية طارق رحمي مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتة خلال جولته تفقد المحافظ قطعة الأرض المخصصة لإنشاء أول سوق وموقف نموذجين في قرية نهطاي كما تفقد أعمال التشتبات النهائية بمجمع الخدمات الزراعية البيترية ومجمع الخدمات الحكومية كما تابع محافظ الغربية خلال جولته أعمال تبطين ترعتي العطف وقائم نهطاي ومركز تنمية الأسرة بالإضافة إلى توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بقرية بطاقة عشرة ألاف متر مكعب يوميا أقيمت بالوحدة الصحية بأبو رماد التابعة لمحافظة البحر الأحمر قافلة طبية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة قامت هذه القافلة بتوقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 169 حالة بمختلف التخصصات الطبية منها ما يقرب من 29 فحصا معمليا و21 فحصا بالآشعة كما تم إجراء 24 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة وتم إجراء جميع الكشفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة تم تنفيذ عدد من المشروعات بمركز نصر النوبة في محافظة أسوان وشملت المشروعات المنفذة مدرسة بلانة الإعدادية الجديدة بنسبة تنفيذ بلغت 90% كما تم إحلال وتجديد شبكات القهرباء بقرى أبو سنبل حيث تم الانتهاء من العمل على مسافة 3 تيلو مترات حتى الآن كما تم إنشاء مدرسة تعليم ثانوي بقرية الحكمة بالإضافة إلى مجمع خدمات للمواطنين بنسبة تنفيذ 80% ومجمع الخدمات الزراعية بنسبة تنفيذ 50% إلى جانب توزيع بطاطين على المستحقين بقرى وادي صعيدة وعدد من قرى إدفو وصلنا مشاهدين إلى نهاية النشر لا يتبقى بها سوى التفكير بأبرز ما جاء بها من أخبار مدبولي يؤكد سعي الدولة للنهوض بسيناء من خلال خطة متكاملة تشتمل على الأبعاد التعليمية والصحية والاجتماعية مصر تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف إربيل وتؤكد تضامنها مع العراق لحماية أمنه واستقراره روسيا تقصف قاعدة جوية في منطقة تالفيف وازلينيسكي يؤكد تأمين الممرات الإنسانية في مختلف المناطق وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا شكرا للمتابعة وإلى اللقاء شكرا للمشاهدة